نزال معكم ومع فقرات برنامجنا المستمر مع أجواء الأعياد الوطنية والفعاليات المتزامنة في هذه الأعياد في كل مكان من ربوع جيرتنا الغالية الكويت بالفعل يامها وبيت القرين ومن ما يعرف هذا البيت اللي هو شهادة حية عن بسالة وشجاعة الشعب الكويتي وشبابه اللي وقفه في وجه الغدر والعدوان العراقي الغاشني طبعا هذا الحدث مهم جدا في تاريخ الكويت وهذه الفترة السوداء التي مررنا فيها قبل 33 عام مهم جدا نحن نعرف هذا شيء ونعرف عيالنا حق الناس اللي ما كانوا عارفين أو ما كانوا موجودين في هذه الأيام إذن بيت القرين يشد هالأيام فعاليات مختلفة من ضمنها أكيد المعرض يوثق تاريخ بيت القرين لكن هالمرة نتكلم عن تقنية الواقع المعزز سنعرف ما هو الواقع المعزز وشلون أضاف هذه التقنية أو أضافت إلى بيت القرين وهذا الحدث المهم بالكويت وشلون نستطيع أن نوصل هذه الصور لعيالنا والفترة التي مرت فيها الكويت في تلك الأيام سنكون معنا في الستوديو إذن الفنان التشكيلي فهد النجار ورح يوضح لنا الفكرة أكثر فهد أهلا وسهلا فيك في العالم هذا الصباح يا أهلا مرحبا فيكم يعطيكم العافية وصبحكم الله بالخير صبحك الله بالخير أكيد يعني خلينا بالبداية رح نتكلم عن موضوع متحف القرين هذا المتحف الذي نعرفه من صغرنا يعني من هذه الأحداث التي صارت وأكيد نستمر دائما في الحديث عنه لكن اليوم نتكلم عن متحف القرين مطرون بتقنية الواقع المعزز خلينا نفهم شلون هذا الموضوع نربط في هذا الموضوع تاريخ بالتكنولوجيا وفهد وصلنا بهذه الطريقة لسرح ما حدث في هذا المكان الذي وسط خطوة جدا مهمة أو معززة في تاريخ الكويت وأكيد وقبل التحرير بيوم نعم بداية بيت القرين أو بيت شهداء القرين رحمة الله على الشهداء اللي دافعوا عن هذا الوطن بيت شهداء القرين هو بيت حصلت فيه معركة الكل سمع هذا القصة وتأثر فيها طبعا هي معركة صارت بين مقاومة وبين الجنود العراقيين هذا البيت حمل كثير من القصص حمل كثير من الأحداث التي صارت في هذا البيت التي إلى الآن الناس ستتأثر لما تزور وتشوف الدمار الموجود في هذا البيت كل ركن من أركان هذا البيت ستشوفون فيه كان قصة صارت مع أحد الشهداء أو الناجين في المقاومة في هذا البيت في تقنية الواقع المعزز طبعا بداية سويت معرض فني تفاعلي تحت عنوان بين الحرب والسلام هذا المعرض يحتوي على مجموعة من اللوحات الفنية التي تتكلم عن الأحداث وتوثق الأحداث التي صارت في بيت القرين تحديدا أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم هذه اللوحات هي لوحات تصويرية مرسومة لكن هذه اللوحات هي لوحات غير تقليدية مدعومة بتقنية الواقع المعزز التي تفضلت فيها هذه التقنية مثل ما نعرف أن تكنولوجيا دخلت على الفن مثل ما تخلت طبعا على الطب وتخلت على التعليم وتخلت على المجالات الحياة المختلفة فمثل ما كان لها تأثير على المجالات المختلفة فالفن تأثر أيضا في هذه التكنولوجيا فلهذا تقنية الواقع المعزز ممكن أنها تدعم اللوحات الفنية الثابتة التي نستطيع أن نرى من خلال طبعا كاميرا تفاعلية أي موبايل عندنا أو أي تابلت نستطيع أن نحملها معانا ممكن أن ننزل عليها تطبيق لبرنامج كاميرا تفاعلية ونضعها فقط على اللوحة اللوحة هذه ستعطيكم تفاصيل غير اللوحة الثابتة التي لم تتحرك المرسومة أقطع كلامك بس ما عليك أشوف هذه الصور حاليا مع السادة المشاهدين نشوف معهم هذه اللقطات إذن اللوحة عادية موجودة جدامنا لكن إذا يمنى التليفون حطيناها على اللوحة ستظهر لنا صور ما نشوفها باللوحة نفسها وتحكي ما حدث من خلال التليفون الذي نسكيناه عن طريق هذه اللوحة يمكن أن هناك بار كود معين على كل اللوحة نعم وهو بار كود واحد في البداية تنزل التطبيق أو حتى قبل أن تذهب المعرض تستطيع أن تنزل هذا التطبيق ولما تدخل هذا المعرض تستطيع أن تمشي بالكاميرا وتضعها على أي لوحة ستتفاعل معك هذه اللوحة طبعا عن طريق مثل ما سألتيني قبل شوي سألتيني عن شنو هذه التقنية فأهي بعد ما رسمت هذه اللوحة بديت أرسم الأبعاد وتخيولي أنا كفنان قاعد أشوف شنو ممكن الشخص يشوف أو الزائر لهذا المعرض أو المتحف أنت اللوحة هذه يعني بواقع الأحداث التي صارت في بيت الإقرين ومن خلال يمكن المصادر التي سمعتها سواء من يعني من الناجين أو من الكتاب أو الكتابات أو نعم المجلس الوطني الثقافة الأدابي يوفر أيضا معلومات موثقة أكيد في هذا البيت فلهذا أكيد المعلومات الموجودة هي معلومات حقيقية موجودة توثق طبعا في هذا المتحف أن حولنا إلى متحف تفاعلي يعني كان متحف تقليدي لكن في هذه الفترة تحول إلى متحف تفاعلي يعني خليتنا نعيش معك أنت راويتنا يعني ممكن لقطات خلال الجولة لك أو للمشاهدين الجمهور اللي قاعدين يشوفي طبعا هذا المعرض مقام قبل برعاية المجلس الوطني المجلس الوطني نعم طرف الأداب نعم هو مسؤولين عن هذا المتحف وأيضا كانت هذه الفعالية من ضمن فعاليات رفع العلم اللي كل سنة قاعدت تصير في تاريخ 24 فبراير لكن هذه السنة طبعا حولت لهم المتحف هذا إلى معتحف تفاعلي كيف يتك الفكرة فادي؟ أنا قاعدة طالع الموضوع نحن متعودين على أنه ما يكون في حدث يكون الفنان يضع مشاعره على لوحة معينة لكن نحن نصل إلى مرحلة نأخذها لبعد تكنولوجي كيف يتك هالفكرة؟ هل كان التطبيق سهل؟ كلمنا عن التجربة نفسها بداية الفكرة كيف يصلت لك؟ بداية الفنان هو يعبر عن مشاعره مثل ما أنت قلت يعبر مشاعره من خلال اللون اللون هو شغلة نحن نحطها على اللوحة عشان أقدر أعبر فيها وأمثل فيها قصة وأحداث مهما تغيرت هذه الأدوات التي موجودة عندنا فأنا مجرد أن استخدمت أدوات حديثة غير التقليدي التي كانت موجودة وتستخدم من الفنانين في العصور القديمة نفس الألوان لكن أنا بديت أبحث في هذه التكنولوجيا تكنولوجيا ممكن أن أوظفها في أي شيء في حياتنا عشان هذا أنا أشوف ممكن أن أوظف هذه التكنولوجيا طبعا في هذه الأعمال الفنية طبعا بالإضافة إلى أن إيصال الرسالة هو شيء جدا مهم للفنان لما أنا أرسم لوحة فنية وأبي أوصلكم هذه الرسالة التكنولوجيا ساعدتني على هذا الشيء فمثلا لوحة الكنقية اللي هو المغزن اللي موجود فوق دورة المياه في البيوت القديمة الكويتية هذه لوحة الكنقية مثل ما نحن عارفين أن احتموا فيها أحد الناجين اللي كانوا في هذه المعركة فاحتموا فيها وإلى الآن هم موجودين بيننا عايشين فهذه اللوحة أحد اللوحات اللي كانت موجودة طبعا مرسوم هذه الكنقية لكن بالواقع المعزز نحن نقدر نتفاعل طبعا مو بس هي تتحرك اللوحة نحن نتحرك حول اللوحة ونقدر ندخل داخل اللوحة ونشوف التفاصيل أشرون كانوا داخل الكنقية قاعدين أشرون كانوا أهم خايفين داخل الكنقية وطلقات اللي كانت تتيل لهم فأقدر أعيش اللحظة أعيش اللحظة نعم هذا دور الفنان إذا الفنان ما نجح في أن يوصل مشاعره واللي هو حسه للزائر أو للمشاهد لهذا العمل الفني فهو ليس في فنان حقيقي أحسين الفرق بين هذا الفن والفن التقليدي فن التقليدي لما تشوف لوحة أنت كمتلقي تحس بشيء قد لا يكون لها ارتباط في شعور الفنان نفسه لكن بهذه التقنية وبهذه اللوحات ويمكن حتى بهذا الحدث نفسه ما لك إلا أن تحس بالضبط بأن هذه الرسالة يريد أوصلها الفنان حتى اللوحة نفسها قاعدة تعطيني تصور معين عن اللي حدث هنا حتى اللوحة نفسها بدون ما أنا أدخل على الواقع المعزز مثل ما تفضلت في هذا الموضوع ما أنت شفتي اللوحة نفسها اللي هو يتكلم عنها مثلا فات نجاري قال أنه مثل هذه اللوحة الآن قاعدين يصورونها نعم قاعدين يشوفونها من خلال الأجهزة الحديثة قاعدة تكلمان عن اللوحة نفسها هي بعد ما أخلت بالموضوع نفسه إذا أنت تشوف اللوحة نفسها تعطيني تعبر تعبر عن هذا الواقع وعن الفترة هذه اللي أحصلت صح ولكن أنت دعمتها بهذا الموضوع أنت خليتها شوية تحية بهذا الموضوع نعم فعلا التفاعل مثل ما عارفين هو شيء جدا مهم أي شيء حولنا نحن في حياتنا حتى التعليم لو كان التعليم التقليدي أما التعليم إذا ضاف عليه التفاعل فصار التعليم في جزء تفاعلي فبالتالي سيوصل الرسالة بطريقة أكبر لهذا التفاعلية جدا مهمة في إيصال الرسالة طبعا خصوصا نتكلم عن هذا العصر وهذه الحقبة من الزمن اللي مقرونا بشكل جدا كبير بالتكنولوجيا اللي قاعدة أشوفها واللي حبيتنا اليهال نتكلم عن اليهال كل يهال يكون بيدة الآيباد أو التليفون وحياتهم صارت وايد مربوطة في هذا الجهاز فإنما ناخذ هذا الجهاز وموصلوهم رسالة نفس هذه حدث مهم صار في الكويت تتكلم لغة الطفل بهذه الطريقة والأطفال اللي ما عاشوا هذه الفترة يقدرون يعني يلتمسون شنو كانوا يمرون في شهداء بيت لغرين رحمة الله عليهم فكرة جدا جدا جميلة بصراحة واللي ما راح بيت لغرين من قبل وحنا كنا قبل نقول لنا روحوا بيت لغرين أن زيارة مهمة جدا ومهمنا اليهال اللي تعرفون على ما صار في هذه الفترة قبل 33 سنة في الكويت الآن نقول روحوا أنتم وشوفوا هذه التجربة الفريدة مو بس كصغار ويتعلمون إحنا ككبار ونروحوا نشوف الفن وبنفس الوقت نشوف التاريخ صح في ربط واحد جميل جدا هذا الموضوع شكرا والله أنا قاعد أشوف في هذا الجانب مهد كلمت عن موضوع وائد مهم غير إحنا لما نقرح غير إحنا لما نشاهد الصور هذه غير لما نعيش في هذا المكان الذي صار فيه مثل هذا الحدث اللي هو بيت شهداء لغرين خلال هذا المعرض أنت وصلت رسائل جميلة من خلال هذا المعرض من خلال هذه اللوحات من خلال الواقع المعزز الذي وضعته في هذا الجانب دمشت الواقع المعزز مع الفن الذي تحمله مع الرسائل الجميلة التي تحملها ودمجتها مع بعض ما هي الرسائل التي أحبت توصلها من خلال هذا المعرض وأنت دائما تقول قاعد تستذكر الجيل الحالي والجيل الأجال القادمة أنها ستفهم هذا الموضوع أكثر وأكثر ستسوعد صح كلامك مثل ما تفضلت أختي تو قالت تشوف البنات والأطفال ما قاعد يتفاعلون مع هذا المعرض الفني من المهم جدا أن نزيد الحواس يعني مثلا لو نرى شيء بصري غير أن نرى شيء بصري وسمعي وتفاعلي كلما زادت الحواس التي نتعامل فيها مع الزائر فقدر أن يتفاعل مع العمل الفني بطريقة أكبر ستصل الرسالة فهنا كان هدفي من هذا المعرض والرسالة التي أبوصلها تحديدا من هذا المعرض هو توثيق لما حصل في هذا البيت لأن الجيل الحالي الذي لا يعيش هذه الفترة أنا كنت صغير في الغزو يعني لا أتذكر ولا شيء من الغزو لكن رحمة الله عليه والدي كان يقول لي هذا القصص لكن أنا كفرنان كنت كلما أدخل وأشوف هذا المعرض قاعد أحاول أن أنا من هذا المعرض أن أبين وأوصل الرسالة لأن الأجيال الياية أيضا يعيشون التجربة بشكل كامل ويعيش شرون كان شكل الطلقات والدمار بطريقة تفاعلية لتوصل ويتأثر ومما يزيد طبعا الولاء لهذا الوطن نعم ويشكثر ناس ضحوا بأرواحهم لهذا الوطن وهذه رسالة نعم يعني الرسالة ثقيلة بأداها بنفس الوقت أن هناك شيء نحس أن الناس اللي مرت بفترة الغزو هذه الأيام لي الله لا يعودها هذا شيء محاسم فيه الصغار أو الشباب اللي ينولدهم من بعد الغزو اللي الحمد لله ما مروا فيه إن شاء الله يا ربي ما يمرون لكنهم لو يعرفون ما معنات هذه الفترة لأنك تكون مستعدة أنك تعطي روحك وتفتي بلدك بروحك هذا الشيء اللي نحن نوصي أفكر لو أخذ عيال أختي بأقولون بوديكم معرض يمكن يقولون لي لا أو لا لكن لو أقولهم أن أرى الفكرة سيتشجعون أنهم يروحون يعني من خلال هذه الأفكار هناك تشديع هناك حماس أنا طمعت أنا ودي أن نحن نسوي هذه اللوحات أكثر من مكان تأثرت في الكويت مقصدي أقول شيء بلسي أننا ودي أن نحن نشوف هذه الفكرة تطبق على أكثر من مكان توصل الفكرة للأجيال القادمة الأجيال الحالية والأجيال القادمة ما حدث في الكويت ثلاثة ثلاثين سنة جميل الله يعافيك وهذا طبعا ثاني معرض ترى أسوي يتكلم عن الغزو كان لي أعمال طبعا فردية يعني أعمال لوحة 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 لكن ثاني معرض تفاعلي أسوي يتكلم عن هذه الحادثة لكن هذا المعرض تحديدا عن بيت القرين المعرض الذي قبل هذا سويته من ثلاث سنوات كان يتكلم طبعا هم عن الغزو بشكل عام كان اسم الخميس الأسود كان يتكلم عن الأحداث كان في مجموعة من التقنيات الثانية غير الواقع المعزز استخدمت فيها تقنية الإسقاط الضوئي وتقنية الهولوغرام في هذا المعرض الذي كنت بالاشتراك مع الفنان يوسف القلاف الله يصبح بالخير إن شاء الله ستوجه لتحيي سوينا معرض أيضا كان يتكلم عن الأحداث التي صارت بالغزو بشكل عام فهنا النية طبعا أكيد أن أنا أوثق تاريخ الكويت أعمالي الفنية وبمعارضي أوثق فيها الأحداث التي صارت عشان الأجيال القادمة بارك الله فيك فهد أنا بس قبل نختم معاك هذا اللقاء ونحن سعيدين صراحة يعني معاك في هذا اللقاء ماذا عندك من أفكار حين قادمة ما شاء الله أنت قاعد تبهرنا يعني لا إله إلا الله في هذه المعارض وفي هذه اللوحات اللي قاعد دخل فيها تكنولوجيا وما غفلت عن هذا الجانب أنك أنت قاعد تدمج هذه التكنولوجيا مع لوحاتك ماذا القادم من الأيام القادم إن شاء الله إن أبتدي طبعا قاعد أقرأ عن تاريخ الكويت بشكل أكبر قاعد أقرأ عن الأشياء اللي يجب أن نوثقها هل تركز على الجانب الوطني أكثر الجانب الوطني الجانب الإنساني أيضا الجانب التاريخي الجانب التاريخي طبعا اللي يخص البلد لأنه هذا اللي لازم نقدمه للبلد يعني إحنا عايشين فترة أنا راح أعيش وراح أموت بفترة معينة من حياتي شنو تركت أنا أثر في هذه الفترة فلهذا قاعد أحرص دائما أنا كفنان أني أنا أوثق تاريخ الكويت لأن هذا شيء راح يبقى للأبد راح يبقى للأجيال الهائية إن شاء الله فهذا إن شاء الله يعني 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 عافية جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم وجزيل الشكر على هذا العمل الجميل اللي يكفي باسم الكويت يعني وأكيد باسم شهداءنا فيه شهداء بيت الجرين جزيل الشكر لك فهد النجار الفنان التشكيلي وإلى الأمام دائمنا تطلع إلى المستقبل إن شاء الله شكرا لكم شكرا لك يا فاهد شكرا لك يا فاهد